الحمد لله رب العالمين أحمده على نعمه الكثيرة خيراته المتوالية ومنها أن جعلنا من أهل الإسلام ومنها أنه جعلنا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم وذلك أن هذا الدين قد أمرنا بالخيرات وحثنا على الفضائل ومعالي الأمور وجعلنا على طريقة مستقيمة فما من خير إلا وقد اجتمل عليه ديننا القويم كما وصف الله جل وعلا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بقوله يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ووصفه بقوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ووصفه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم وكان مما جاء به ديننا القويم أن أمر بالطهارات بأنواعها فأمر بالطهارة المعنوية بحيث تكون القلوب خالصة لله على التوحيد وبحيث تبتعد القلوب من الغل والحكت والحسد وأمراض القلوب لا يجتمل قلب على مكر سيء ولا كيد دني وإنما تكون القلوب مجتملة على محبة فائضة وعلى رغبة في وصول الخير للآخرين لا تضمر شرا ولا سوءا وهكذا مما جاء به ديننا القويم الطهارة الحسية في مناح الحياة كلها ومن ذلك ما أمر به شرعنا من الوضوء للصلوات والاغتسال كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا واستعمال الماء لا شك أنه من أسباب الطهارة والنظافة لكن في بعض الأحوال يعجز الناس عن استعمال الماء إما لفقته وإما لمرض أو لغير ذلك ولذا أوجد الله عز وجل رخصة للعباد في أن يضربوا على الصعيد الطيب مما صعد على الأرض فيكون ذلك سبب من أسباب استباحتهم لأداء ما يشترط له الوضوء من صلاة أو قراءة أو مس للمصحفي أو نحو ذلك من العبادات كما قال تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستموا النساء فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون فهذه نعمة عظيمة على العباد وقد جاء في السنة النبوية بعض الوقائع المتعلقة بهذا الأمر فمن تلك الوقائع أن عمر بن العاص رضي الله عنه خرج بمجموعة من أصحابه وكان ذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمره عليهم فلما جاءوا في البرية كان هناك برد شديد وخشي عمر على نفسه إذا اغتسل أن يؤثر عليه ذلك البرد الشديد فصلى بأصحابه بدون أن يغتسل بعد أن تيمم فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم سائلا لعمر لما فعلت ذلك فقال عمر إني سمعت الله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما وإني خشيت إن اغتسلت أن أقتل نفسي فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على اجتهاده وهكذا جاء في حديث آخر أن اثنين من الصحابة خرجا فكان عليهم جنابه ولم يجدوا ماء فحينئذ تغيرت اجتهاداتهم في الواجب عليهم فقال أحدهما أما أنا فسأصلي لأن الله عز وجل قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وأما الآخر فإنه تمرغ كما تتمرغ الدابة بالتراب وذلك أنه رأى أن التيمم يكون لأعضاء الوضوء فظن أن التيمم الذي عن الجنابة يكون لجميع أعضاء البدن كما أن الاغتسال يكون لجميع أعضاء البدن فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك هذا وضرب بكفيه على الصعيد الطيب ثم مسح وجهه ويديه صلى الله عليه وسلم وهكذا في وقائع عديدة كان النبي صلى الله عليه وسلم إما تيمم وإما أقر أصحابه على التيمم لكن لبدء مشروعية التيمم قصة جميلة لعلي أذكرها لكم بعد الفاصل أهلاً وسهلاً حياكم الله بعد هذا الفاصل وأذكر لكم بإذن الله عز وجل قصة وردت فيها أسباب مشروعية التيمم أول ما شرع للناس تقول عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بمنطقة يقال لها البيداء أو بذات الجيش وهي قريبة من المدينة تقول ونحن داخلون المدينة انقطع عقد لي نوع من أنواع الحلي يوضع على الرقبة كنت استعرته من أسماء بنت أبي بكر أختها قال فهلكت القلادة وأصبحوا يبحثون عنها فأناخ النبي صلى الله عليه وسلم ونزل فأقام يبحث عنه ويلتمسه وأقام الناس معه وأصبحوا يبحثون عنه وليس معهم فأدركتهم الصلاة وحينئذ يريدنا أن يتوضعوا من أجل الصلاة وليس معهم فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعائشة ابنته فقالوا ألم ترى ما صنعت عائشة بالناس أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلته يجلس من أجل عقد وأقام الناس معه وليس معهم ماء لشربهم ولا لوضوئهم فجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى مكان عائشة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وضع رأسه على فخذ عائشة ونام تقول عائشة جاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام فلكزني أبو بكر لكزة شديدة فقال حبستي رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ما وليس معهم ما في قلاده قالت عائشة فعاتبني أبو بكر وقال لي كلاما كثيرا ما شاء الله أن يقول وجعل يطعنني في بيده في خاصرتي وقد أوجعني فبي الموت أتألم من ضرباتي أبي بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي أخاف أن أوقظه أو أن أؤثر عليه ولا أريد أن يتحرك جزء بدني الثاني لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح وإذا به على غير ماء طلع الفجر وحضرت صلاة الفجر فالتمسوا الماء وبحثوا عن الماء فلم يوجد ماء فأنزل الله عز وجل هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنوبا فاتطهروا وإن كنتم مرضاء أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغايط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فنزلت آية التيمم وحينئذ استبشر الناس وكانت رخصة لهم وستكون سببا من أسباب التسهيل عليهم في بقية حياتهم قال أسيد بن حضير بعد ذلك لعائشة رضي الله عنها هذا من بركتكم يا آل أبي بكر لقد بارك الله فيكم يا آل أبي بكر وما هي بأول بركتكم جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه خيرا وبركة وفي هذا إشارة إلى قصة الإفك والعلي إن شاء الله أنه خصص لها لقاءا قادما وحلقة المستقبلة قالت عائشة رضي الله عنها فلما أردنا الذهاب بعثنا البعير وأقمناه الذي كانت عائشة عليه قالت فوجدنا العقدة تحت ذلك البعير وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث ناسا من أصحابه في طلب ذلك العقد أو في طلب شيء من الحوائج فأدركتهم الصلاة وليسوا على ماء ولا على وضوء ولم يجدوا الماء فصلوا بغير الوضوء فوجدوا القلادة فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه فأنزل الله عز وجل آية التيمم فهذه قصة عظيمة فيها فضيلة آل أبي بكر الصديق رضي الله عنه حيث نزلت الرخصة بسبب قصة لعائشة رضي الله عنها وحينئذ أنزل الله عز وجل الرخصة والفرج للناس جميعا بسبب هذه الواقعة التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم ووقعت لعائشة رضي الله عنها وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا من الأسباب التي هي تفضيل لهذه الأمة وكما قال صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي وذكر منها أنه جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا يعني أنه إذا لم يجد الإنسان ألمى فإنه يتيمم في قصة أخرى ذكرها الصحابي الجليل عمران بن حسين رضي الله عنه في ذهابه مع النبي صلى الله عليه وسلم فيها أيضا شيء من الحوادث التي وقعت والقصص التي وردت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تماثل الحديث السابق ما هي هذه القصة وما تفاصيلها لعلنا أن نترك ذلك لما بعد الفاصل حياكم الله وبارك الله فيكم وأرحب بكم في ذكري القصة التي وعدتكم بإرادها ألا وهي ما ذكره الصحابي الجليل عمران بن حسين رضي الله عنه يقول عمران كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وإننا سرنا في الليل وأدلجنا ومشينا مشيا طويلة حتى إذا كان آخر الليل وكان وجه الصبح حينئذ نزلنا على جانب الطريق نزلنا على جانب الطريق يقول وكنا قد تعبنا فوقعنا وقعة لا وقعة أحلى عند المسافر منها يعني ناموا بسرعة لأنهم كانوا مجهدين بسبب هذه السفرة لكنهم لم يستقضوا إلا بعد طلوع الفجر وكان أول من استيقظ أبو بكر صديق ثم فلان ثم فلان ثم الرابع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام هو الذي يستيقظ للصلاة بنفسه وكانوا لا يوقظونه بل إذا نام لا يوقظ حتى يكون هو من يستيقظ يقولون لا ندري ما الذي يحدث له في نومه فجاء أبو بكر الصديق عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يكبر الله أكبر الله أكبر يرفع صوته عمر سمع صوت أبي بكر فاستيقظ ورأى ما أصاب الناس وكان رجلا جلدا وفكبر تكبيرا أشد من تكبير أبي بكر الصديق ورفع صوته بالتكبير فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم بصوت عمر فلما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بما وقع وما هي الحال وشكوا إليه ما أصابهم من كونهم قد ناموا نومة جعلتهم تفوتهم أوقات الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر عليكم في ذلك ارتحلوا فإن النوم ليس فيه تفريط فارتحل صلى الله عليه وسلم وسار بأصحاب وانتقلوا إلى مكان آخر غير بعيد من المكان الأول ثم نزل صلى الله عليه وسلم لعله أراد أن يترك المقام الأول الذي جاءهم فيه ما أشغلهم عن الصلاة ثم نزل فدعا بالماء ليتوضأ فتوضأ صلى الله عليه وسلم فأمر المنادي ينادي بالصلاة ينادي بالأذان فصلى بالناس صلاة الفجر والظاهر أن صلاته بالفجر في ذلك اليوم تماثل صلاته في غيره وقد ورد في بعض الروايات أنه صلى سنة الفجر قبل ذلك فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته فإذا به يشاهد رجلا معتزلا عن الناس لم يصلي معهم فناداه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا فلان ما منعك أن تصلي مع القوم فقال الرجل أصابتني جنابه ولا ماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد فإنه يكفيك عليك بالصعيد ما هو الصعيد الشافعي وأحمد يقولون هو التراب ومالك يقول هو ما على على الأرض من جنسها كالرمل والحجارة وأبو حنيف يقول كل ما صعد على الأرض من جنسها ومن غير جنسها المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الرجل أن يتيم معني الجنابة وقال له عليك بالصعيد فإنه يكفيك قال ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم وجعلني في ركوب بين يديه ولم يكن معهم ماء ولذلك عطش عطشا شديدا فاشتكى الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم من العطش فنزل فدعا بعض أصحابه فلان وفلان وعلي بن أبي طالب تعى رجلين قال اذهبا فابتغي الماء انطلق الرجلان وهما في الطريق فإذا بمرأة وإذا بها قد جلست على بعير وعليه مزادتان أو سطيحتان من ماء فقال لها أين الماء فقالت هذه المرأة عهدي بالماء أمس مثل هذه الساعة وقالت لهم إن جماعتنا أو نفرنا خلوف قلنا كم بين أهلك وبين الماء قالت يوم وليله قد أرسلوها من أجل أن تأتي لهم بإلماء فقال لها انطلقي إذن اذهب معنا قالت إلى أين فقال الرجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت وما رسول الله أتقصدون هذا الصابق قال هو الذي تعني فانطلقوا قال علي لم نملكها من أمرها شيئا حتى أخذناها معنا واستقبلنا بها النبي صلى الله عليه وسلم فلما وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بخبر المرأة وحدثوه بحديثها وحدثت المرأة النبي صلى الله عليه وسلم بمثل الحديث الذي حدثته به غير أنها ذكرت أنها مؤتمة وعندها أطفال وأيتام قالت سنزلوها من بعيرها ودع النبي صلى الله عليه وسلم بإنا فأفرغ من أفواه المزادتين وقام وأوكأ المزادتين وبعد ذلك سقى وملأ ما عند الناس من أواني ثم إنهم قال لأصحابه اجمعوا لهذه المرأة طعاما فكان لم ينقص من تلك الكربة شيء فقال لها إن تعلمين أننا لم ننقص من مائك شيئا ومع ذلك أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الخيرات وقال لصاحب الجنابة اذهب فأفرغه عليك ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أصحابه أن يغيروا على من حول قبيلة هذه المرأة فجاءت هذه المرأة بقومها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا جميعا وأخبرتهم بما رأتهم من البركة منه صلى الله عليه وسلم بارك الله فيكم وصلى الله على نبيه محمد اشتركوا في القناة